نفذ عدد من سائق شاحنات اعتصاماً أمام وزارة النقل للمطالبة بمعاملة السيارات الأجنبية بالمثل فيما يتعلق برسوم الدخول إلى المملكة وبينا المحتجون أنهم يضطرون لدفع مبالغ مالية كبيرة عند دخولهم أراضي الدول العربية المجاورة عدا عن تحديد أماكن معينة لوقوفهم ومنع تجوالهم على عكس السيارات الأجنبية التي تدخل المملكة دون استفاء أي رسوم منها سيدي أول شيء احنا في كان عندنا اعتصام باب مكتب السفارة مكاتب السفارة وللأسف ما أخذنا مطالبنا فمن هذاك اليوم وإحنا في مطالبات بالنسبة للنقل المبرد السيارات المبرد البردات أنا أحد أصحاب هذه السيارات بمتلك سيارة مبردة احنا عنا قطاع قاعد بنهار قاعدين من طالب في حقوق شرعية لإنصاف هذا القطاع المنهار المشاكل يسيدي أنه احنا في عنا اتفاقيات مع مصر دولة مصر أو جمهورية مصر العربية احنا ممنوعين نشتغل عبر أراضيهم ترانزيت وهم بالمقابل يشتغلوا ترانزيت بيجوا حملية للعراق والسعودية فرضوا رسوم طبعا جائرة علينا أن السيارة تدفع في السنة ألف دولار مقابل أنها تتحمل وإذا حملت لغير بلدها تدفع 300 دولار عن الرحلة الوحدي طبعا هذا ظلم ومنعوا السيارة الأردنية تحمل من مصر لأي اتجاه غير بلدها طبعا لما تكاثب في هذا الكم من السيارات في مصر بدأت تحمل لعمان عدد السيارات أكبر من احتياج النقل اللي هم بطلبوه لعمان موسيقى